مرحبا بكم مهلا وسهلا من جديد تسعة وثمونتاشا دقيقة موعدكم من برايم تايم متواصل حتى للعشرين تأصباح مرحبا بالناس اللي تحقوا بينا في الاستماع عش نمشيه الى ولاية صفاقص البارح بعد اجتماع بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقص قررت المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بصفاقص عقب الاجتماع هذية اقرار يوم عشرة ديسمبر الفين واحدة وعشرين يوم غضب جهوي الضراب عام تبشتم خلاله تنفيذ الاضراب هذية وغلق منفذ المدينة وتعليق كل انشطة ما عدل حياتية منها كل الحدود البرية والبحرية بشتم اغلاقها في الولايه هذية جي بعض الاضطرابات اللي صارت والاحتجاجات اللي صارت على ملف النفايات في عقارب واللي اصبح اليوم اصبح مشكلة في ولاية صفاقص عام متن مش كان في عقارب وشفنا البرح هذية كان محور زداليقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة البيئة لقهذية ترق للوضع البيئي في تونس والجهود المبذولة لمعالجة الاشكالية القائمة لتحقيق بيئة سليمة لجميع المواطنين وبدأت المشاكل متاع المصبات شفنا انطلقت من عقارب وتواصلت اليوم ثم اشكال زدك كيف على مستوى مصب النفايات في برجة شاكير اللي نشفنا في اريانا وفي رواد رؤساء البلديات عبروا على انه ثم اشكال اليوم في ايجاد مكان لالقاء هذه الفضلات والمصبات اليوم وصلت الى طاقة استيعابها القصوى سوفيا اكيد جدا سنبدأ بالسفيقس اللي هي كما قلت معناها قبل انهار عشر ديسمبر والجمعيات اللي حاضرة منهم الاتحاد الجهوي للشغل بالسفيقس فرع منظمة العلاف كذلك الاتكاب بالسفيقس فرع السفيقس لربطة تونسي للدفاع عن حقوق الانسان عمادة الاطباء عمادة المحامين فرح النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين منظمة اسمها اعقالب مشمصب وعديد المنظمات الاهلية والبيئية وكذلك تنسيقية البيئة اللي هي كذلك ناشتا وكنها لكينة مع احد رموزها يعني بكل صراحة المسألة بشتاة خذ الان منعجش ختيل اللي ملاحظوا الان وانه سمفشل ذريع للدولة في مواجهة هذه الاف معا كذلك مخاطر الكورونا ومخاطر ظهور امراض اخرى اسفيقس كي تتساكر كل ملاحل البلاد تتقسم في دور يعني اسفيقس والساحل هذه المناطق معروفة وانها عندها موقع استراتيجي ممر كبير بين الجنوب والشمال كذلك اسفيقس معروفة بالانتر الاقتصادية امتاحها في اتجاه كافة انحاء الجمهورية اذا كان معناها يتم هذية رايبش تكون عندها تدعيات كبيرة على الناس كل لكن كما قلنا بكري قبيرة قلنا وانه ملازك المل كان يمر منه يعني مش دوكاتي دوكار وخيانا في اسفاقس بش يقوموا بالعمل هذا اه مدعو خلال عاودوا انقولوا انه اه ملجوزين اه لانه عايشين وضعية اه رهيبة طوى عندها تقريبا شهرين واه اه احكيوا في المسألة الحكومة احكيوا رئيس الجمهورية احكيوا البلديات ولحد الان سمى فشل ذريع كبير جدا وقال تتراكم الزبابل وشوفنا مواتين بدأوا يحرقوا في الزبابل والسفيقس ولا فيها في بعض المناطق وبعض الثنية يعني دخان كبير اه كافة اه معنا هالعدهات اليوم وخاصة كذلك في الشط لانه هما تاخدوا حل مؤقت قرب الشتيتة وين موجودة الانبكاء وغيره بش يعملوا مصب عشوائي الدولة عملته غديكة لكن الحلول لحد الان مش موجودة اه سفيقس معروفة بلاد نظيفة بلاد عندها مدينة من عازل مدن في العالم العربي والاسلامي معنا من باب الديوان حتى الباب الجبلي ومن برج النار البرج الرصاص وربط القبلي وين اه معناها البطحة ديكة الكبيرة امتاحها وطيل مشهور غديكة معروفة اصفيقس عندها حتى اه معناها التابع اه معمالي اه رهيب جدا اللي هو الاستيل الاربيزان اللي خلط بين الاستيل بلاي بورك بتاع جاودي ولستيل بتاع البنائة العربية الاسلامية واسفيقس من اجمل مدن اه تونس اه عيشوا فيها اه مليون ومتين الف ساكن تقريبا يدخلو لها كل يوم تثمية الى خمسمية الف ساكن منطقة يعني كلها يفع بالحيوية بالنشاطات اه مفخرة من مفاخر تونس عبر التاريخ للأسف الشديد اليوم تم خيانة السياسيين في التعامل مع ملف اسفاقس علموا ان اسفاقس وقابس منذ الستينات القرن الماضي تطبق ضدهم نوع من الحرب الكيميائية الفوسفوجيبس اللي هو في قابس في بوشما وغيرو وكذلك اللمبكة اللي موجودة في اسفاقس خاصة في الجهة الجنوبية متاع اسفاقس ولي تمشي لتريق قابس من غاديكا دونك ثم اشكالية الحق كبرى والعجز هذا كبير جدا البلديات على ما يبدو لكلها فشلة واحسن دلالة لهذا هي الصورة ديك متاع الكاميوني في بلدية اريانا شفنوها كاميوني يعني يخدم في مجال النظافة هو نفسه معناها واحل في بحثة رجارة ما زالك يخدموها اه لوناس وكذلك لسخي لموجود في ريانا اريانا كان يقولوا معناها اخوانا يهود تونس اخوانا في الوطن وفي الانتماء يقولوا كان اريانا فيها بحر ما يمشي حد القبر واريانا معروفة وانها كيمالبوليدة في الجزائر وقلا كما تقول اه بلدين في 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 فرنسا معروفين بلد الزهور بلد النوار بلد الزهور بلد معناها اه التي يحلو فيها اه العيش وأريانا اليوم الحق حتى التجربة متع المجلس البلدي الحق مؤصفة جدا وثمى صديق لي يحكي مع السيد معناها الرئيس البلدية فاضل موسى قال له ثم هي في بريض أوسخ من أريانا بصراحة كانت يجابة مع عجبتني شيسر كي قالها لي أنا صديقي والعهلة وعلى من رواء بكل صراحة اليوم ثم فشل دريعة في السلطة محلية يجبد عليها وتلبالح ولها النهارين اللي هي ظهرت وأنها مهيش الحل وكذلك ثم فشل ذريع آخر في التعاطي مع النفايات وانتي تشوف ثم قداش قضايا نفايات عن زوز وظل عمتع بيئة في الحبس وزير عمله لقامة جبلية البيت حيث جمهورية قال استقبل وزير البيئة والآن الحلول مش موجودة وبدأت نفس المشكلة تظهر في عديد المناطق الأخرى بشتظهر في سوسة بشتظهر في بنزلت بشتظهر في جندوبة بشتظهر في تونس في أريانا في بن عروس في عديد المناطق الأخرى كي تشوف وضع مدينة كيمة حمام الأنف في البلحة نشوف فيها خاصة وقت الأمتار وغيرو مدينة من أجمل مدينة تونس نارو موجودة من عصر القارتاجني القديم وجبل بوكارنين بوكارنين هو اسمه قارتاجني كارنزي سوريليو وفيه طمبل دو جينان وفيه أشياء من وقت قارتاجينين والرومان ووقت كذلك البيئات الدولة كانت عاصمة يشتي فيها البيئة ويحلو فيها العيش تشوف وضع حمام الأنف التوا والهم هامة قلبك يوجعك يعني وكافة البلاتك في تونس أنت تصور أنت ثم حلول توا ممكن تخذها في الدولة التونسية ومخذة تهيج وإلا ما ثماش حلول عاجلة ثم حلول عاجلة والحلول الأخرى أنت قولها واحدة ملا عليش إذا كان ثم حلول عاجلة أنا منيش فاهم وأنا كل واحد يدرس الكل على الأخر الحل الأول أنا أنا راح بالنسبة للمدينة كيما تدخل أكثر قوة منظمة في بلاد والجيش ويرقى أحرور الجيش الوطني أشعبي المشكلة في المصبات هي مش في رفع النفايات الجيش تلقى موقع قريب ما بين صفاقس وولايات أخرى وكذلك في قانون ميزانية هذا جديد عليش قلت القانون ميزانية هذا سيكون مصدريا ساباس وساكاس في كل شيء كما حكينا عن صندوق الناخ الدولي كما في الأوضاع الاقتصادية والاشتماعية كما كذلك في الأوضاع البيئية اللي ولدت فيها مشكلة كبيرة لأنه أنت ميناسوسة كان من أحسن الموانئ في تونس بنسبة للتجار الناس اللي يخلوا منثال هنا في الوطن قبل نعرفهم يقول لي أنا نخسر مئة وخمسين موستين دينار أي صنز زايدة ونمشي نعدي سلعة متاع على السفاق سوانا كفولنسول على سوسة نعطي سلعة متاعي خلما اللي نقعد نستنف في الأدسة عيامات ونخسر بالها الكليورنت متاعي اليوم سوسة ظهرت فيها نفايات إيطالية ظهرت فيها نفايات أخرى ظهرت فيها فساد ظهرت فيها مناة حتى إيقافات هذه الكبارات ما تنسيش أن حكومة الاسفاق سقطت على مسائل وتعلقة بالبيئة وبشركات البيئة يعني مشكلة البيئة وليت مشكلة كبيرة اليوم الشركة الوطنية لي تثمين النفايات اللي هي شكله أكبر بوليور هو المبدأ في العالم أجمع بوليور بيور يعني اللي يوصح وين يدفع شركات أو حاجات كبه هكذا يجب أن تكون عندها مرافقة لصلاعات متاعها حاجات متاع كميون هزل في التورا وسمى لواج جامت عدي معناها متعبلا ساموها لواج ورجل حرابين لما لأن الفيتورا ما فوش يتعاملوا معها وهي مادة سامة جدا كذلك وكانت موجودة نشاطات من وقت المهدي مليكة كانوا جي البيئة وكانوا جي البيئة عرفنا فيتون شخبين علي كانت موجودة تلات ممتاع الفيتورا في باريزمبل غياذة في السبع في المهدي اللي هي سبخة غاديكة وغيرو وسمى برامج وطني اليوم سمى أشكاليات كبرى أنا نقول بصراحة تلقى حلول طوى ظرفية ويددخل الجيش لإيقاف النزيف لقال يقع في بلد كيسفاقس ويحولوا دون أن تتاقع مسائل الجيش لو بنالج معتوق الجيش لو عمل أشياء في الصبرية وفي العذالة وفي قسر غيلان وغيرو ما عملوهاش دول أخرى الجيش الوطني لو عنده جانب تنواني رهيب جدا وعنده ثقة من المواطنين كل وعنده بلوتوكولات يتطبقها كذلك بحذفيرها وعنده أنظبات شايلهيب في انتظار وأنه ثم مكينات يلجم تقتنيها في القالون المالية هذية تبدأ بالمناطق السودية اللي يسميوها مانهلي بوانوار تقولوا تونس وليان وحاجات كما هكوين ومن بعد تتعامل مع الناس كل وكذلك معاش تسبح للدولة بش تقول أحلى لو يشجوا زبرة ونحطها في الطلاب انهار الشيق انفجاره لأنه يعمل غازات والغازات هذيك تعطي معناها ساعات انفجارات وصار في عديد البلدان ويموتوا فيها يصر أعباد وخاصة نسمع أعباد رواد الموقع هذي كما برباشة وكما حاجات كما هذي يعني بكل صراحة يلزم حلم انت كدولة يلزم تعطي خلول انت كدولة عندك أولويات وانتي توا كانت تعمل ليني ديوكريدي عند البات البنك أفريقي للتنمي ولا بنك الإسلامي للتنمي ولا بنك أروم متوسطي كذا لو يعطي حكايات كما هذي عليش على خطر موجودة ساعة فلوس وانتي لم تشلق الأبواب ثانيا كل ما هو بيئة كل ما هو صحة كل ما هو اليوم هو لي ماشي أكثر تعليش كورول تحل الصفقات للشركات الخاصة هذي مختصة في ترسل انت خدقينا شركات بضربة زداء موكي تعطي العمبيت تسحق في تسحق وتنجم وتقدم وعندها معناها خبرة في المجال هذي مش تتعطي صفقة بالمحابات ولا تحت التاولة ويدو وتتعمل في الشفافية المطلقة على منصة ملقمنة وينجم أي مواطن يدخل ويشوف شفافية هذه العمليات وهو استثمار كذلك مجدي لو شوف انت فرنسا بيسار يرجعوا للنوكليير النوكليير أول حاجة عاملت فيه المظهور للنوكليير أول حاجة في هيروشيما ونغازاكي وماته مئة ألاف لعبات ثم فيما بعد سما بولدان فرنسا أكثر من ثمانية في المائة مظهور يرجعوا للنوكليير حتى في عمليات جراحية اليوم يعني اليوم حتى مكرون مؤخرا قال احنا بش نعود ونركز على النوكليير لكن نأخذوا المحاذير اللازمة احنا ما نقول ليس نعمل للنوكليير اما نقوله على الأقل كما قلت الشركات هذه تكون مربحة وثمانيش نجم تستثمر فيها ونتجم تعطي أنت تسهيلات في البداية وتحفيز بالإيزان جانجانيور اللي تطبينا عقود شغل وحاجات كبه هكا واكلت شروط وترقب لأنه تونس اليوم بشتولي دبوا متاع النفايات معناها اليوم المافيات العالمية يحبوا يلضموا أشياء يقولك الصومال تونس بعض البلدان لأنه يعفوا في تونسهم الفساد في الصومال ويحبوا في بحر الصومال ويأخذوا مناطقهم فيها اليوم بيكون صراحة الحل يجب تأخذوا يعني رئيس الجمهورية يلما جمعه يقولون الحل هذا المدى فيه توسع في الصفاقس ومن المال يجانذية أعطيوني مخطط انتي مكترأس مشوذة لا أم لا أعطيني مخطط لهذه المسائل التدريجية تنجم المسائل تأخو عامين أو كلاسة لا نعرف بالضبط لا يوجد شيء التقنية لكن يجب أن تفهم أن رئيس الفاقس هي أول كرة السلج الخبيثة التي ظهرت في مواطنين قاعدين نحتكروا فيهم والبيئة التي نهركوا فيها والمواطنين ضجلوا لا يعني كل يخدموا صفاقسية لو الخدمة عندهم دين يعني عندك هومة وجلابة عندهم ناس في عقليتهم الخدمة حاجة أساسية هل لماذا كان الإضراب أخر الحلول التي يلتجوا لها؟ قلوا أنهم يكونوا يخبروا لا يوجد شيء أن ينجموا ولا يحملوا عندما يتحصلوا لها يأتي للأسفكس ويأتي للأسفكس ويأتي للأسفكس ويأتي للأسفكس يقول رهيب بلدين تسفاق، ثبا ناسي يقول لك يا اسفاقسية تنتخل عندهم الفلوس، يذنوا هكا السفاقسية دائر أكثر لنسبع نشوش في بلاده، على أكثر مناطق أخرى هما وفلغت الكاف من أهله، مناطق أخرى يرجعوا لبلاده، حتى بعد لانتلي ترجع ولا كل نهايته سبوع ولا مرة فالسالة يرجع، لأنه يطيبوا فيها العيش، اسفاقس خلقنا فيها وقبس قبس كانت الوحيدة في العالم اللي فيها ديقلت النور حتى مشيت أنا عام 2016 في المعرض الدولي اللي عملوه في ميلانو، عملوا حاجة العالم أجمع قاد بهت الواحة الوحيدة اللي فيها واحة على البحر، هذي في العالم أجمع مثبت، كان فيه قبس من أقدم المدن، كانها نقلة في كتاب متاع ديوانة العالمي زيت الزيتون، أول زيتونة خرجت في العالم، أول زيتونة خرجت في العالم لأوروبا، جات من قبس، ثلاثة 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 سنة تاكا باس كنت اسمها، قابس نعب تدول فيه تاريك تونس رهيب جدا، شوف قابس شوان صايت فيه، في بوشما، في الصيف، في عوسو، يبدأوا متعدين في القايلة، يشعلوا ذوي، ما عادش تشوف الدنيا باك البخارة البخارة، البخارة، حاجة كم هاكي، يعني بكل صراحة، خلوا أنوا ناس حتى كي يتيح النطفة تكسرها، مش كي ما توازهر أخرين يلجع يسترجع على العافية بتاعه، حتى الصحة متاحهم تعدت بتلاوز، والامراز الكونسيريجان غديكا موجودة وموجودة في وظرك، وموجودة كذلك، في الحامة، وموجودة في عدين البلدان، لي هي معناها لعبة أدوار رهيبة، شوف هذه المدنة التاريخية اللي كانت عواصب، يخي نحن قديش عنا سبع سبع عواصب في تاريخ، عنا قفص، عنا أوتيك، عنا كرتاج، عنا سبيطلة كانت عاصب، عنا قروان، عنا المهدية، عنا تونس ولا تعاصب، أساستاً قاهرة المعزية السوهتوانسة كعاصب، بكل صراح، شوف مناتق تونس وكل كانت فيها عواصب، كانت مركز الدولة، حيدرة، كانت من أهم المواقع التاريخية، شوف حيدرة، كانت الوضع المتاحة هي، وليس تلق على حدود مع الجزائي، كانت ثم وطول تخرج من كرتاج، تمشي حتى رهيبة، وقت الرومان، وبنينها في عامين حكيتك عليها مرة، اليوم، هذة من كلهم محتكرينهم، راوا هالمسولين اللي قاعدين في البلويت والتشركيز ومبنك، وكل يوم يخرج، وكي يجيطالع في الأسانسور، يبدوا يفسفشوا بشي ناحية الذبان والنموس، يولدي قابلوا الميدان وبرواوا وشوفوا العباد، شاقها تعاني في الجهات، وكيف الجهات الجمهورية، بخلاف اللي لأنها نقص التنمية في غرب ووصلتها إلى جنوب البلاد. حتى المناطق الساحلية في الساقس وقبس، المناطق الساحلية. أكثر شيء من هذا. المهدية، شوف أنت، المهدية أنت منوال التنمية فيها كما في جندوبة كما فيها. يا أخي، هي في تونس العاصمة وزوحة متاحها. الحمامية تخرج من الطريق وطلع عنها. مئتين متر في الجبل وشوة شوة 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 شوة. هناك الزوغاق ودخل المعاوين، معناها تفوت سليمان، تدخل إلى جهة التكلسة، وتدخل البيل المروة، وتمشي للدولة، وتمشي للزوغاق، وتمشي للبيل الجديد، وتمشي بلاستريك، تشوف الحياة فيها كيفية. يعني بكل صراحة، هذه التنمية الحقيقية، التنمية في الإنسان. لو منوال التنمية، سمى شعار عاملوه مراب بيوشيتي، يقولوا البروغرين وفوكسي لي باقتاجي باقتوس. لأنها التقدم، لا يوجد حتى قيمة إلا إذا كان مقسوم بين الجميع. نحن للأسف الشديد، الناس كل عشين كذبها في البوبالة كما رغناها ذيكا. لكن كل يوم، تعمل مشاريع. وتسر الفاكس حلول آنية، أنا نرعها طوى، تنجب مانيوميليتارية. تأخوا الشراء الذي يديه لطوروب عليكم، تشد الصور من القلون متاعه، وتلطخوا، وتقضي على ترغول هذا ومن بعد تعمل حلول تبدأها من قلون المالية، والمواطن يشوف كبديت يمشي معه، لأنه في سفاكس لو قد تعمل أضراب حتى جبائي، وغده يشتعمم لك، شوف دولة كيان سهوني، حبة تتبيد الشعب الفلسطيني، قالوا أنها فيها قوم جبالين، شعب الجبال، دولة كيان السهوني، أكثر حالة يتخاف منها، هي الأضراب الربائي، اللي يعملوها الفلسطينيين في الظفة وفي القتاع، وفي معناها الأراضي محتلة، لذلك نحن نتعابل مع دولتهم، لا نتعابلوش مع دولة اقتصاد، لكن أحيانا الدول اللي تولي كلها تشبه لبعضها، في وظيفة القمع، وفي وظيفة عدم النظر إلى الإنسان، وعدم أخذ بعين اعتباد لمصالح الفلاح، اليوم اللي قاعدين يحكيوا هكا، نقول لهم بلو أقد وعيشوا في السفاقش وسط الدخال، وسط الزبلا ديكا، وانتي اللي تزولك وتجري تخرج من خدمة حالك في الوقت، وعندك شيفون بيش تزولك يقلع في المنسى الفلنسية، أمريكية ولا فلنسية ولا غيره، ونقولوا بلو شوف اللي يقاري في ولو في السفاقش طوى، الزبلا متوبة قدام المدايس، وليك يقولوا له طيس هو قدام النساء والمعهدم تاعوا، بصراحة سمى فشل ذليا، وهذه الحكومة، وحتى لئات الجمهورية المسألة عندها الشهرين قدام، تتحملوا أنتم المواطنين تعبوا، وأحنا كأعلام زادا كيف كيف تعبنا من الحديث على هذا الموضوع، وعودنا وقلنا وحكينا وكررنا، وصار الضغط من المجتمع المدني، والعباد خرجت، وعملت صارت الاحتجاجات، والمواجهات، وغيره، وهذا الكل يا رسول الله، ما زلنا ما القيناش حتى حل العباد، معناها تعب ترى وردوا بالكم، كان بشوية بشوية كما قلت أنت خطر، السفاقسية يحبوا الخدمة، ويقدسوا العمل والخدمة، قاعدين يتدرجوا حتى في التحرك الاحتجاجي إمتاحهم، لكن في فترة مارة، وشو يوصل للكاس فيه؟ أنا كنت نمشي نقعد في شتاق لقنا، شتاق لقنا اللي بحذى اللود، البارح وقف في اللود، والجلبة اللي يخدمني بالقرقنا، كانت قاعدة غاديكا في مقهى في شتاق لقنا، من أعز اللحظات في عمرك تعدية، وعندهم مطعم غادي، مش لازم نوذك العسامية، تاكل أعز حوت في الدنيا، كي شفت الصورة، وزيرت البيئة، كي مشيت وخلت، وقتي مشيت شتاق لقنا، وشافت، كالبلاستيك، وكل واحد، يا رسول الله، تسفاقس معروفها بالحوت، والله تنتي توا تحكي على أسفاقس وعلى قرقنا، وأنا دي جا قدامي توا المقال لجريدة الشروق، حكيت اليوم على بلدية قرقنا، رغم هذا الكل، لكن البلدية قرقنا تتحصى على الشارع العالمي للجزر المستدامة، في مؤتمر دولي لثلاثين جزيرة من 17 دولة، معناها عنا جنات على الأرض اليوم في تونس الحلوة المزيانة، تونس الخضرة، أما لغالب في لحظة نحن نجم ردوهم، نبدوهم، يعني شوف أنك جربة وقرقنا، كان نحن مسلمتا عز جزر هذوما، ما أحكيوش على جالتا، تونس فيها 60 جزيرة لو، بما فيها جزيرة الشكل اللي موجودة في العاصمة، أما جزيرة جربة وزيدة قرقة من أشهر جزر في العالم، سلسينة من وقت رومان موجودة، هي قرقنا اسمها الحقيقي، سلسينة، وجربة كانت اسمها جربي، وتقل عليها مرة عمنا ونقدم الكتاب على جربة، فلوبيل، قال إلياء يونيل، تونس، قال هناك جزيرة، كل الليل أسيبو كيلون باشدو موليل، معناها الليل يسيبور، معناها الهواء بتاعها التلمون ناقي، اللي ناسوا تبوتش فيها، وتلقاها في إلياء ذات روبيلوس، يعني جربة وأوليس، والغناء ذو كمتاع السيلان، وحاجات كمهاك، أهلكنا، جربة توا، معناها كيف كيف، أهلكنا، أهلكنا، أهلكنا المدقة السياحية، أهلكنا الطرقات، أهلكنا الحياة بتاع الجربة، من أعظم وأقوى الناس اللي موجودين في تونس، وخدامة، وأصحاب عقل، أول ناس العرب والمسلمين، كانوا كلهم يقرأوا، هما الجربة، برضية هما، يعني تصور أنك حمودة باشا، وقت التربلسية، استولوا على جربة، مشاء وقعد غاديكا، وخرجوا من تونس، ولما رزع جربة إلى تونس، ثم عملوا، في نهاية جامعة زيتونة، من تالي، بحث سوق الترك، تلقى حومة الجربة، من سوق الجربة، قالوا بنا عملوا لهم سوق في قلب مدينة تونس، هي كانت العاصمة، أنا ذاك، وعملوا السوق، وقالهم جربة هذي كان مموا العينين، جربة، قرقنا، قرقنا أهليها معروفين، بطيبة متحم، صيادة، أولاد الشرافي، ما زلنا كي دخلنا نعمل فاتح شرفيا، متع قرقنا، في التراث العالمي للإنسانية، اللي هي تتعمل في الجربة، وتتعمل حتى في الشابة، اللي كنت دخلنا نعمل شرفيا، متع قرقنا، يعني يسمى احتقال، عليه شراوين ساعات يجبن نحكير مع التاريخ، قلوا، آآ، انت توليت لنا، ويتخرف على التاريخ، لا، التاريخ، التعذي وللالباب، تذكر، وانا ذكر في ان الذكرى تنفع المؤمنين، إذا كان برحو صنعت انت حيدرة، جعلت منها عاصمة من عواصم تونس، والكيف عاصمة من عواصم تونس، اليوم كمسؤول، تتسأل، علش الناس قالوا تخجم الكاف، علش تلمزة قاعدين ينقصوا من الكاف، علش الكاف العالي هذيك، بلاد برنوسة، بلاد بلعنين، وبلد البلزقين، وبلد واشية، وبلد الفن، والأدب، وغيره، علش اليوم فارغة من أهلها، هي، وصالين، وكذلك، معناها دشرة نببر، وكذلك السلس، اللي كان يعيشها هي غلطة، البلبة اللي كان يعيشها ديك، علش اليوم مناطق من أجم المناطق العارب، علش تبرقها وعند راهم اليوم هكيك الحالة، علش عملنا متار دولي في تبرقها، في طيارة تخجمها كل 15 يوم، ما وتسأل انتي، ما عندك مسؤولية، سهل باش تقول لا وكذا، وتلقالها تعليت، وانتي قاعد في البيلوم متاعك، وفي القطن متاعك، وتلوح تاكل البيزا، وفي الليل تبسح على والدك، وتقول لها المالك، سالة متاعي، هاني جبت لك دابوزة زيتة، متاع حاكم، وتفلحت بيك، تقول لك، أيها البطل المغوار، وأولاد عمك، اللي توقع دينة، يعنيه في مناطق على خطر، انتي ما قمتش كدولة ملكزية، بدولك توجيه هذه المناطق، وعليت قتل المنطقة بالأطراف، كانت دائماً علاقة، من وقت لمحلة علاقة قمعية، نمشيولهم، ونبعثوا محلة في الشتاء، محلة في الصيف، وتأخذ فلوس، تمشي للساحل، وتمشي للقابس، وتمشي للقفصة، وتمشي قلوان وغيرو، والأخرى تطلع على البيجا، ومبعد تمشي للكاف والتالة وغيرو، يأخذوا فلوسهم متاع التوالسة كل، وتقعدوا في المقابشة إلا في البنيات، والخزائن متاحهم، والشعب اللي ينتج في هذاك، في قفصة، وفي قمودة، وفي سيدي بوزين، وفي سوسة، كان اللي محبوش يدفع الفلوس، كان هوا جاب ليك، غدنا بالذكرة متاعها، ويحبتوا عليهم الجنود متاع البيت، توقع عنا كان الزكرة ذيكا، واللي يتكلم لها، نقبعوه، أصفاق سليوم، قادة تصير بنفس الحكاية، دونك اليوم يزمنا حل، والحل بيد هذه الحكومة، وهي مسؤوليتها، لو أنا شوف تشد السلطة، من بعد تقول لي، لا جابوها غيري، انتي ممكناش نعرفوك، جيت البالع، جابوك بصيف، هجوك الجنة بالسلسل، ماك شربت الشربات، وعملت التهيني، وكريت البقلية، وحتيت كاكل ورقة، وفرحت اللي وزروك، ما لا تحمل المسؤولية، وعشت وضع تونس، اللي صار في العشرة سنين، ولا العشرين سنة، ولا السنوات الكل اللي صارت قبل، عشت وشفت وتعرف، وقبلتها البلاد، وقبلت المناصب، بالوضعية اللي هي فيها، دونك تتحمل مسؤولية كخزارة، أنا نتمنى أن نحكيوا على تونس، نحكيوا على مشاريع متاع تابعة تكنولوجيا المتطورة، نحكيوا على إنجازات، نحكيوا على حاجة مزيينة تضوي وجه تونس، مش نحكيوا ما زلنا على كيفيش نهزو الزبلة، وكيفيش نتصرفو فيها، وكيفيش باتول عظم، وزيد الزيت الحاكم، وغيرو من مواضيع ذي، خسارة، 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 نرجعو بعد شوية، كمنين معكم حتى العشرة،